قبل أن نبدأ في الفيديو تاليوم حبا من كل واحدة منكم تدعي لها يكملها ربي على خير وربي يرزق كل واحدة بالحاجة اللي يتمناها قلبها السلام وشحوالكم شغاله كاملتكنوا بخير وصحة داكم تقولوا باس يا رايل بنا تقولوا لي وش جو رمضان وجدار فيكم سايد اقلمتوا مع الوضع بعد العيد وش الأجواء عندكم نحن ساعة الحمد لله يا ربي الدعوة راه مهنية والأجواء راه نعمة اليوم حاب نشارككم كما راكم تشوفوا المهيبة الجزائرية بالضبط من عند الشوية هذ المهيبة تابنت عمي وأختي حاب نشارككم بالأفراح ونشارككم بالأجواء بس تديوا أفكار يعني وش قدمنا وش لبسات كيفها وش يجيبوا وش أرضت لهم يعني العادات التاعنا وتديوا فكرة ومنها تبدلوا أجو وإن شاء الله يعني إذا أجبكم الفيديو راح يكون فيديوهات من هذا النوع مثلا جهاز حواجي يخصوا العروس بهتديوا أفكار وتستفادوا أول حاجة راح نتوفيها بها الفيديو تاع اليوم هي وش لبسات عروستنا العروسة وش لبسات لهم هار لغوب يعني كنت عندها مش رتاش كما تعرفوا حنا في الوضع الحالي كلش راه مقفول هذه كنت عندها أمخبية جبدتها وهي يعني صغيرونا ما هيش كبيرة بزاف جاية من الفوق يعني ضيقة تمشي وتساحت تل تحت يعني جثها ما شاء الله لبسات حواجي اللي جابوهم لها هما من قبل ما درتش إضافات أخرين لبست هذه الخاتم اللي جابوها لها تاشعنل هايلا هايلا سامبل أمي رايعة لبستاني هذي سنسلا وليبو كلتاحا جابوهم لها هما من قبل يعني كادو في الفتحة انتاحا كلاكات سامبل ماكياج خفيف خلاص كما راكم تشوفوا يعني ما كانش إضافات كبار ولا تمحنت ولا يعني حابة تكون على طبيعتها بحواجي اللي جابوهم لها هوا مباد يعني بحكي شوفوهم لبستهم راح يفرحوهما ثاني ويقولوا عروستنا راح يفرحة بالحواجي يعني نصحكم يا العرايس ويا البنات كيجيبو لكم من هكذا حواجي تعاودوا تلبسوهم لهم بحسوا باللي راح وحاجة اللي جابوها لكم راي عجبتكم المهم يعني جات ماشاء الله و جات روعية يعني بحواجي بسيطة كماشتوغة بروز كل فروز المناقش هزت شعرها يعني مكة كل شي يعني طواضع كل شي جا ماشاء الله نبدأ يعني وش دارت لهم هي دارت لهم غدا وقهوة فضلت انها تدير لهم غدا يعني كيت حبي تقيمي اضيفتاعك حاجة اكيدة يعني فتالعيد صغير تديري غدا قهوة من هي كانت راح تدير لهم عشاء وبسبب الظروف قلبتها اغدا تبعوا يعني من الاخير ذرك تشوفو التحذيرات الهنا يعني هذي اسلاتها عروستنا هي اللي كانت موجدها راح يموجده كل شي راح يفرحانه بعزوزتها المهمة الروز هنا دارت فيه مايز دارت فيه جلبانه مايونز طوك كل شي فرماج كل شي حشاته من الداخل يعني كل شي يكون فيه فرد حاجة ونحن ندور لها سلاته كتوفو دارت لهم الطابق هذا كل شي يعني دارته هي احنا غير في الاخير جينا نعاونه ونقصه ونديره كل شي دارته هي دارت الهنا لبوده كما راكم تشوفو حمرت لي كويس تهجاج في الكوزينيار ودارت لصوص زيتون اللي كنت شتوها وقدمناهم احنا بالطريقة هذي هذي لصوص زيتون هذيك اللي نحينا منها الزيتون والفترة هذك نحيناه واحده بعدها دارنا لصوص فرماج يعني ومكسيناها مع لصوص هذيك ما شوي مطارد هاكوا تعرفوا هي البنات جات بنينا بنينا ما شاء الله الهنا يعني عمتي او مرت همي هي اللي دارت لهم الشخشوخة جات بنينا ودارت لهم بجاج هذا حتى فورات والله الله متبل وزيت لحته في الكوزينيار جا ليهو واحد لبنا من حكي لكم شيعني المكلة التاحه بنينا بنينا بزاف المهم يعني هذا وجدارهم ثاني وجدارهم دارنا شربه شربه يعني دارته هاذ لقوا لكم كل شمتحت يدير العراس راي فرحة بعزوزتها اللي خير قلت لكم ويالو ما تقربو ما تقسو لازم هي اللي تدير العزوزتها المكلة بيديها هذي يعني العادات انتعنا وفي جهتنا هكي يديرو يعني العراس هي اللي وهي التبال وهي اللي يدير الماكلة العزوزتها وهذه الشربة اللي دارتها دارتها بالحمجة حلوة هنا احنا زدنا لها اضافات برك زدنا عليها الخيار سلاطة اما كل الخضرة كاملة رح يفرز هذك و هنا احبا نشارككم بالصور يعني كنكون اهدروا الفيديو هنا الصور يكونوا فاضحين وتشوفوا واش قدمت وتديوا افكار يعني كلش كان بسيط ما كان فيه لفوخ لا زوخ لا اضافات لا مقبلات لا لمبعيدات كلش يعني جا سيمبل وكلش ما شاء الله المهم تفرح بها يعني هي فرحة بها وعزوزتها تفرح بها هذك يعني هذك هي البليزير وقيموها وجاوها هذك هي الفايدة رغم الظروف هذو الا انه جاوها ما يحبوش يخليوا عرصتهم وحدها الهنا كما لكم تشوفوا هذو هما القطوات اللي قدمتهم قدرت هذه سنوات قد نوجده قهوة هذا مقروض يعني ومازال مكملته انا غير قد نوجده كام مازال ندل له جلجلان انا غير قد نصور لكم وندل مقططفات بحضة افكار وتفرحوا معانا ومازالتها في العيد الصغير نقول لها يعني راهي الظروف وحتى لو كانوا يأتيوا مع المرض وحاجة ما هي محلولة غير يعني عادي جدا يعني اذريهم مي اذا جاوك كبري بيهم ودليلهم اشتاح ويج باسيطة المهم تفرحي بيهم الهنا درت هذ حبات تعتمر لحتهم فيه ماء ازهر ومبعد حطتهم يعني اصفاء ولحنا فيهم الجوز ودرنا عليهم الشوكولات كما راكم تشوفوا وكل واحده الطالقة وكاي اللي يدير فيهم يحشيهم بالطور يعني الهنا حبين يعني ما يتغلبش لقوت تعتمر هذا يبقى باقي غير الجوز وتمر وما ازهروا شوكولات ودرنا القطايف هذو وحطيناهم بالطريقة هذي جاوبنام في بسط البقلاوه المهم فات كل شباهي وفات كل شما شاء الله بركة نجي ووجبوا لها يا البنات اللي هنا وجبوا يعني كل واحده مقدوره نحن في العادات التعنا لازم علاقاء في العام يتفكرك بحاجة تذهب واللي ما عندوش عادة خلاص يعني هي يعطيك دراهم يتفكرك بلبسة كل واحد والعادات التعوه اللي هنا هي وجبوا لها يعني لا هي بارك تفكروها وجبوا لها كما راكم تشوفوا جبوا لها سني امامر بالقطوات هاهو في ثماني انواع كما راكم تشوفوا كما راكم تشوفوا جبوا لها ثاكية كما راكم تشوفوا خوخ تفاح بانان و جبوا لها ثاني أدرعهم كثر خيرهم و ثاني جبوا لها لبق هذه جبوا لها دكاة من اذهب لانه هي عرسها قريب ما بقالها اشرب بكملها على خير ان شاء الله جبوا لها الخاتم هذه يعني باهية خلاص ما اكيد يعني تاع اذهب هذه الخاتم باهية انا عجبتلي بزاف مخاطرش تعدوم يعني تلبسها تغسل بها هايلا هايلا عجبتلي بزاف ولا بقالتها هايلا عجبتلي بزاف و قلت له هايلا تغسليش بها يعني من قبلتها خطبة فتحتها و جبوا لها المناقش هاذو ولا الفلايك ولا ليبوكل راهم كل منطقة يهدرهم بزاف حنا المهم ما ليبوكل هذو هايلا سامبل يعني حتى هما تعدوم جبوا لها حوائج اللي راح تلبسهم ديما و يعني مش ندعم لا نسعبات الذي هنا قادidents نقرب لكم و نشوف القاطوات هذه أقنيدلات باللوز والجوز المهم تفكروها، كثر كيرا ها على كل حال يعني يتفكروها و جاوها corpek بيها مامهية يعني فرحت بيهم من قلبها و حب تدي الآخر يعني قلتلي قا والالة، حيب نكبر بيهم ونقعد معاهم وقت من الزمن المهم اللي هنا شاركتكم يعني بالحوائج كامل اللي جابوهم نزيد نخليكم يعني مع شوي من اللي فوتو وفي الأخير رح نقول لكم يعني وش ردت لهم مش راولهاش يعني قفطان ولا كسوة ولا لأنه كما تعرفوا كله شرح مقفول ومينجموش انهم يشري وعلى هذاك عطاولها سوارد وعطاولها الكادوات هذو والهنا هاي وش ردت لهم يعني شوي حوائج وردت لهم شوي من القطوات هذو يعني درتهم لهم في بورتكي محيك جو يعني ما شاء الله فت يوم باهي فرحت بيهم وفرحت بيها اللي هنا حابة نقول لكم يعني اللي ما زال ما زوجتش ربي يكمل لها ويرزقها بالزوج الصالح واللي راح يمززوجة ربي يرزقها بالذرية الصالحة وربي يكمل كل واحد في واه يأمل ان شاء الله كنت خفيفة اضريف عليكم في الفيديو تالي يوم واذا اجبكم بابعة الحال الفيديو تالي يوم ما تنسونيش بليجام ويكمونتار تاعكم باهي يكون المزيد باذ الله اذا حابين تشوفوا جهاز ساع العروسة اذا حابين تشوفوا تحضيرات تعارس ولا حاجة كما هيك هحنقول لكم اختكم هاجر راح جيب لكم جديد راح تسرقلكم منه ومنه جيب لكم باتشوفوا غير جديد يعني للإفادة الهنا وصنا نهاية الفيديو نقول لكم نحبكم بزا 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 انطلعوا في الواحكم ونطلقوا في فيديو القادم باذ الله باي باي